المفردات اللي راح نحتاجها في هذا الدرس هي إضافة إلى هذني ليش نركز عليهم بالإنجليزي لأنه شاشة الواجه الرئيسية البرنامج البوربوينت هي أصلاً بالإنجليزي فإحنا بكل درس عندنا مفردات لازم نتعلمها أتوقع التكست والإميج والساوند والفيديوز هذني بارات عليكم مو صعبات بس ناخذ البقية همينا سهلات والسلايد هي الشرائح أخذنا إحنا شرحنا الطرق طرق الانتقال هس إحنا عدنا النافذة مالة البوربوينت لما أفتحها شري يطلع لي يفضل نحن نفتح برنامج البوربوينت نافذة البوربوينت أول ما أفتحها تطلع لي هذه إحنا هذي الريسينت أو الأوبن أذر بريزنتيشن إحنا الريسينت تشرح لي البوربوينت أو العروض التقديمية لبريزنتيشنز المؤخراً أنا اشتغلت بيها اللي فتحتها مؤخراً مثل ما ذي جسنا فتحنا الفرينشيبز إحنا نعدي البلانك بريزنتيشن هو عرض تقديمي فارغ أما هذي فهي التامبلت اللي هي قوالب جاهزة من شركة مايكروسوفت مزودة ومزودة البوربوينت الغرض منها أنه أنا أفتح القالب وأسوي التعديلات الملائمة اللي تناسبني وتناسب الفكرة ماتي وبعدياً أخذنا كعرض بوربوينت أنا أسوي ذا مثلاً يعني أسه هذا عرض تقديمي جاهز بعدة نماذج عدة ألوان ذوقي شنو شنو اللي توالمو يا فكرتي أنا ممكن أختارها فرضاً أنا اختارتها ضغطت عليها رح يطلع لي هذا القالب هذا التصميم أنا أسوي التعديلات اللي توالمني أما إذا كنت أنا أريد لا عرض تقديمي أنا أسوي فنجي على قائمة الفايل اللي هي كلش مهمة شوف يعني بنات أنتوا هسا هاي قلنا قوالب جاهزة وقلنا هذا القالب الجديد هنا أنا شارح الأوبن أذر بريزنتيشن اللي هي هادي وياكم من نفتح البوربوينت هاي الأوبن أذر بريزنتيشن أنا من أضغط عليها تفتح لي تقول لي حددي مكان وين أنت خازنا البوربوينت فرضاً أنا أقول لبراوز يعني أعرض للأماكن ما للهاردوير اللي عندي وين أنت خازنا فرضاً خازنا بالإي مسويت بولدر اسمه باوربوينت مسويته فولدر اسمه باوربوينت وهنا أنا فرضاً عندي عروض جاهزة وممكن أنا أدخل أي واحد أضغط عليه يشتغل عندي العرض اللي أنا موجود عندي بالحاسبة زين إذا أنا هاي إذا يقول لي اللي دا أشرح إنه أنا شنو معناها الأوبن أذر بريزنتيشن أما البلاك بريزنتيشن مثل ما هسو وضحنا هذه إنه أنا من أضغط عليها يطلع لي عارض تقديمي فارغ ما بيشي أنا أصمم كل حركة بي كل نوع خاط كل أنا اللي أدرج الصوت الصورة الخلفية التنسيقات الحركات كلها أنا أسويها إن شاء الله بالمستقبل رح نأخذها أما الطريقة الثالثة فهي هذه قوالب جاهزة وإحنا هزا أخذنا فكرة عنها إنه شون القالب ممكن أنا أعدل عليها حاليا بس فتحنا بالتعديم ممكن إن شاء الله بدروس القادمة نسوي